أهلاً وسهلاً بمتابع القناة حالياً وردني خبر مفرح يقول بأنه أخصائي الصحة بالمغرب رهنوا على دواء مولنو بيرافير المضاد لفيروس كورونا من أجل تحسين مجتمع ضد الوباء خاصة في ذلك تفشي مجموعة من المتحورات الفيروسية والتي تعد أكثر فتكاً بالمقارنة مع الفيروس الأصلي وهو كوفيد ديزنف سنرى حالياً شركة دي الميرك الأمريكية لوافقات على حدث إنتاج الدواء بعد ما اتطورته في مختبراتها من طرف صنعي الأدوية الآخرين وهذا الدواء مولنو بيرافير الذي يتناوله المريض عن طريق الفم يقلل من قدرة فيروس كورونا المستجد على التكاثر وبالتالي يبطل المرض وهو ما أكدته تجارب سريرية للدواء الذي يخفض بالنصف مخاطرة دخول المستشفى وذلك مخاطرة الوفاة والخبر المفرح من هذا هو تم إجراء تجارب سريرية بهذا الدواء على أشخاص يفوقوا سنهم 65 سنة وأشخاص يتراوحوا عددهم ما بين 700 إلى 800 شخص وعطات نتائج إيجابية وهذا الأشخاص كانوا يعانيوا معظمهم من أمراض مزمينة يعني هذا الدواء هذا أفضل من التلقيح بما أن الدواء أعطى نتيجة إيجابية على الأشخاص اللي يعانيوا من أمراض مزمينة والسن ديالهم يعني كبير بالنسبة للشباب هذا الدواء غد يكون نافع مئة في المئة والشركة اللي اكتشفت الدواء واجرت عليه هذه الأبحاث هذه وهذه التجارب السريرية كتتنى الدواء الأخضر يعني من الدول وخاصة الدولة الأمريكية باش تحط الدواء في الأسواق ويكون متواجد في جميع البلدان وكذلك وضحت للشركة المصنعة أنها ستعقد شركات مع شركات تصنيع الأدوية عبر العالم قاسم معهم معطيات هذا العقار وليستفيد منه العالم أجمعين بما أن الأبحاث يعني أكدت بأن هذا الدواء أعطى نتيجة إيجابية مئة في المئة وخصوصا على الأشخاص يعني الدول الأمراض المزمنة إذن حسب المعطيات العلمية فإن هذا الدواء ممكن أن يكون أفضل بكثير من اللقاح بارتاجي إلى الفيديو باش تصال جميع الأشخاص وشكرا على تفاعلكم إلى اللقاء